السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. هنكمل تاني موضوع عراية لوحة الميكانيكالسيل. طيب. احنا كنا قلنا خالص. احنا الوقت خلصنا كل اجزاء الميكانيكالسيل كرسمة ولونناها وعرفنا الاجزاء وتقريبا اغلب وظائفها واللي عايز يرجع للتفاصيل يرجع للفيديوهات القديمة. طيب. نيجي للجزء ده. الجزء ده اللي هو او مكونات الميكانيكالسيل. تعال ناخد الجزء ده الواحد وكده. هللاحز ان احنا هنا لوننا كل بارت فيها بنفس اللون اللي لونها في اللوحة. عشان يبقى الناس بتفهم. احنا بنعمل ايه اصلا. فكل جزء في اللوحة كان واخد رقم. كمثال رقم واحد اهو هللاحز اهو رقم واحد. ايه رقم واحد ده? بيقول لك ايتم رنبر واحد. اسم رقمه كزا. اسمه ايه? اللي هي الحلقة الحلقة الميكانيكالسيل. طيب الماتيريال نمشي بالعرض. الماتيريال بتاعتها تنجستان كاربيت. يبقى دي الخامة. الخامة بتاعتها في منها كام حتة? واحدة. طيب ايه علامة? بيقول لك ان دي من الحاجات اللي بتتغير. الحاجات اللي لازم تعتبرها كقطع غير تبقى عندك رصيد. من الحاجات المستهلكة. طيب ننزل علي تحتيها. هتلاقي اللي تحتيها رقم اتنين. واحد واتنين ده ده الرقم. طيب. الرقم اللي جانب الاتنين ده هو رقمها اللي بتطلب بيه تطلبه بيه من الشركة. طيب. ايه اسمها ايه اسمها اورنج. نمشي بالعرض. الخامة. طيب منها كام واحدة? واحدة. الاكس يعني نتغير. طيب تعالي نزل كده. في اجزاء هنلاقي نكات بينها مش قدامها اكس. يعني ما قدامهاش اكس. يعني دي مش كتغير درجة انها تبقى متغيرة. الطبيعة ان انت ما تشتريهاش. الا لو في حالة حدسة او طوارق. طيب. هنلاحظ ان الاخر عمود لقبل الاخير جانب الاكس على طول ده. في حاجات منها واحد وحاجات منها عدد. ايه ده? مسلا لو لاحظنا رقم ستة هتلاقيه حاجة اسمها السبرينج اللي هي السوسك. اللي مصنوع من طب ايه ده? كم واحدة? اتناشر. يعني مش كل حاجة دايما واحد. هتلاقي من حاجات منها واحد حاجات منها اتنين حاجات منها خمسة حاجات منها اتناشر. ده على حسب التركيب عندك. عشان ما تيجي تطلب قطعة غير تبقى عارف هتطلب كام قطعة. ما ينفعش تبقى بتطلب طقم كامل وراكبة عندك من القطعة دي خمسة وانت تطلب واحدة. طيب. نرجع تاني. قلنا الميكانيكا لسيل ده ده الموديل بتاعه وحجمه وشركته. طيب. تعالوا مبص كده. بعد ما جمعنا كله. بصينا تحت تعالوا مبص تحت خالص كده هتلاقي فيه ده حاجة اسمها هتلاقي فوق خالص. فوق خالص ساهمة بيقول اتجاه التركيب. الله ايه اتجاه التركيب? مكتوب فوق الساهمة فوق خالص طب وفيرتيكال نستليش. يبقى المضخة دي مضخة رأسية. الميكانيكا لسيل ده راكب رأسي. طبعا طبعا راكب يبقى الناحية اليمين هي اللي هتبقى فوق. يبقى البامب تحت. طيب تعالي ازل تحت خالص بقى كده هتلاقي بيقول لك كمان ايه اتجاه الدوران. ايه? كونت راكولوكواز وعمل لك سهم. كونت راكواز يعني عاكس عقارب الساعة. طب عاكس عقارب الساعة ازاي? عاكس عقارب الساعة يعني تحط نفسك. انت بتبص على البامب من ناحية الكوبلن. يعني تحط نفسك مكان المطور. يبقى عينك هي مكان الكوبلن بتاع المطور. هو فيه حاجات بقى هنبص عليه. هنا بيقول لك ايه? هنا خلي بقى لك من نقط رقم تلاتاشر. ايه النقط رقم تلاتاشر? بيقول لك النقط رقم تلاتاشر دي ان ان دي بتتحط في مكانها وبتتربط وبتتفك قبل التركيب. قبل تشغيل البامب ليه زي ما قلنا. دي فايدتها. ان هي تحفظ كل الاجزاء في مكانها. وانا بجمع برة. ولحد ما بركب علشان ما فيش اي خبطة ضغطة تيجي على اجزاء المكان الكالسيل. مجرد مركبت وخلصت وضبطت وضبطت الضغط بتاع الكارتش بتاع المكان الكالسيل. وربطت تمام كده. خلص. يبقى الوظيفة بتاعت رقم سبعتاشر دي انتهت. ما بقاش لها اي قيمة خالص. لازم افكها. طيب. طيب رقم اربعة عشر. بيقول لك في رقم اربعة عشر ده خلي بالك. وانت بتربط المكان الكالسيل ده. خلي على الاقل قالينين. اعمل لهم زي ما بنقول في العمود او بطح في العمود. يعني ايه? يعني خليهم زي يبقى المصمرة مسنن يخش يغرز في العمود سنة طبلي. علشان دول يبقى لك اللي يمنعوا اي اي احتمال ان ده يفك من العمود او يلف عليه. وغالبا اغلب الالينات دي بيبقى وشهاها من قدام مسنن فبتغرز في العمود شوية. طيب بعد كده بيقول لي ايه? بيقل بيقول لي خلي بالك. اه وانت بتربط قربط كل المصمير بهدوء وبترك من غير ما تبوزها. المعلوم النوت الاخير رقم تسعتاشر اللي تحت بتقول لك كمان خلي بالك. ما تحاولش تحط على الاورنجيات اللي مرخامة دي زيت. يعني الزيت هيبوزها. وعملنا بوسطة قبل كده على الموضة. طيب بيقول لك حط ايه? طيب لو هتحط هتحط ايه? بيقول لك حط او دول الاتنين اللي تحطهم او تحطوا مية. انا بفضل المية طبعا. اه لان دي هي الاقمن. تمام? يجي يقول لك هنا كمان اه خلي بالك العمود ده بتاعك ده القطر بتاعه اتنين بوصة وكسر. ايه بيقول لك يا يطلع الرقم ده بالزبط يا يطلع خمسة من الالف خلي باقي كل المقاسات دي بالبوصة. يبقى العمود ده الدولر هنسي بتاع العمود. ان العمود ينفع يبقى اكيرت بالزبط او اقل ما ينفعش يبقى سيادة لانه لو زاد اللي هيحصل ان هيشحط معه في الدخول للخروج ويعمل رايش. اللي هو السطح ده شايفينه? السطح بتاع العمود. طيب. بيقول لنا كمان ايه? سطح اللي تحت سايفين كده? نركز كده? اهو. السطح اللي تحت الحلقة المتحركة اللي هيمشي عليه بيقول لك كمان التولرنس بتاعه في الحلقة دي ليه بيقول لك لان هنا فيه بقى. مش معدن مش احتكاك معدن بمعدن لان فيه يقدر يشيل التغير في القطر سواء بالزيادة او بالنقص هون. وهنا زيه تمان. طيب. زي ما قلنا بيقول لك ان اتجاه التركيب لفوق. اهو طب. وهنا اتجاه الدوران شايفينه? اهو اللي قلنا عليه. واتجاه الفلو اللي فاتي يدي اتجاه الفلو اللي لو حصل تسريب هيبقى في الاتجاه ده. تمام? طيب. احنا بيقول لنا كمان اهو ان ده بلان حداشر. ايه بلان حداشر? ان باخد من الكيزينج وبرجع فين? برجع على خط السحب عن طريق اورفس. وهو. والاورفس ده قطره كام? اه بوينت واحد اتنين خمسة بوصة. خلي بالنا. ده بالبوصة. طيب. ومعدل السرايان اللي حقاول اورفس ده كام? تلاتة جالون في الدقيقة. طيب. كمان بيقول لي ايه? خلي بالك ان ده اتجاهه فوق. خدنا بالنا في في اليمين خالص. اتجاهه من ناحية فوق. وانت بتركب الجيلان ده تخلي اتجاه ده فوق. طيب. عندنا بلان اتنين وخمسين. دي يعني بفر. فشريح لك بلان اتنين وخمسين يعني ايه? وبيقول لك خلي بالك ان هنا البفر. دخول البفر من تحت بفر وخروجه البفر قوت من فوق. ما تيجي تركب وصلاتك تبقى كده. فهمنا بقى كل قطعة كل حتة في اللوحة مهمة ازاي? طيب. تعالوا كده. الملحوظات اللي كنا بنتكلم عليها اللي حطيها لك على جمب. بيقول لك ايه? اي شرب ايجي في العمود لازم تمسح. يعني اي رايش اي يحيط اتسوك.